موسيقى حياكم الله آخر فقراتنا لهذا اليوم مع معهد الشارقالي التراث ومن أجل تهيئة وتدريب وتأهيل كوادر مهنية تعنى بحفظ التراث الخليجي والعربي وخلق أجيال تسهم في بناء المعرفة الإنسانية وتنمية الاقتصاد الثقافي يأتي إطلاق معهد الشارقالي التراث لبرنامج دبلومات المهنية في التراث حيث احتفل المعهد بتخريج الدفعة الثانية من برنامج الدبلومات المهنية في التراث سميلتنا حنان عبداللطيف حضرت الحفل عدة هذا التقرير خلونا نشوف بحضور كريم من صاحب السموة الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس اللعلى حاكم الشارقة وبهدف تكوين كوادر مدربة ومتسلحة بالمعارف النافعة في شتى فروع التراث الثقافية احتفل معهد الشارقة للتراث بتخريج الدفعة الثانية من برنامج دبلومات المهنية في التراث التي تعتبر الأولى من نوعها في العالم العربية اليوم ان شاء الله يكون حفل تخريج الدفعة الثانية لحملة الدبلومات المهنية في التراث الثقافي وهي الدراسة المتخصة التي يقدمها معهد الشارقة للتراث الدفعة الأولى تم تخريجها عام 2016 وهذه الدفعة الثانية يعني يكاد يكون هذا هو المكان الوحيد الذي يقدم هذا التخصص في التراث الثقافي عوضا ما كان يقدم في السابق من دورات تدريبية وورش وغيرها الآن هو دبلوم مهني فيه مجموعة مساقات وفيه ساعات دراسية وفيه كثير من الأمور الأكاديمية التي تؤهل خريج هذا الدبلوم للعمل في التراث الثقافي بشكل علمي ومنظم وأيضا بفاعلية أكثر تضمن البرنامج ستة دبلومات في مجالات عدة في التراث وهي إدارة المؤسسات الثقافية الجمع الميداني للتراث إدارة التراث الثقافي إدارة المتاحف والتراث العمراني إضافة إلى ترميم المخطوطات والوثائق التراثية حيث بلغ عدد خريجي الدفعة الثانية ثمانين خريجا في الدبلومات الستة هذا الدبلوم تم تصميمه وفقا للمعايير الدولية ووفقا للأسس الوطنية أو الاستراتيجية الوطنية في دولة الإمارات العربية المتحدة ووفقا أيضا لسياسة الإمارة الشارقة فيما يتعلق بصون وحماية التراث الثقافي الواحد يسعى طول حياة يبحث عن النجاح في كل مجالات الحياة وهذا أيضا جانب من الجوانب التي أنا رهنت عليها والحمد لله رب العالمين حققت نسبة من النجاح لكن أيضا طمعا أني أحقق نسب أعلى وأعلى من النجاح ونتم طول حياتنا إن شاء الله من نجاح إلى نجاح معهد الشارقة للتراث صرحا علميا وأكاديميا وثقافيا يعمل على ترسيخ المعارف التراثية والفنون الشعبية من خلال الدبلومات المهنية التي أطلقها ليتكامل الجانب العملي والميداني مع الجانب الأكاديمي للمعهد ليسهموا بدور فعال في عملية التنمية وصون التراث الإماراتي الأصيل موسيقى حياكم الله للحديث عن برنامج الدبلومات المهنية والهدف منه وأهم الورش الأكاديمية التي يطرح هذا البرنامج اليوم نصدف الدكتورة بسمة كشمولة نائب المدير الأكاديمي في معهد الشارقة للتراث حياة الله دكتورة بسمة أهلا وسهلا يعطيكم العافية أهلا وسهلا خلينا نتكلم عن البرنامج الأكاديمي خلنا نسميه هو في الحقيقة برنامج أكاديمي الهدف منه هو تأهيل الكوادر أن تكون كوادر أكاديمية علمية متخصصة في مجال التراث بكل أنواع فحرص معهد الشارقة للتراث تحت رعاية سمو الحاكم الشيخ الدكتور سلطان القاسمي على طرح مجموعة من الدبلومات وهي في مجال التراث الثقافي بست خصصات مثل ما ذكرنا وبعد هذا كانت في البداية كانت على هيئة دبلومة قصيرة توسعت الدبلومة إلى أن أصبحت 347 ساعة تدريسية الضم تخصصات متنوعة في إدارة المتاحف في ترميم المخطوطات في إدارة المؤسسات الثقافية في إدارة التراث الثقافي الآوين الأخيرة نحن الآن شغالين في مجال اعتماد الدبلومات من الهيئة الوطنية للمؤهلات طبعا نحن في المراحل الأخيرة إن شاء الله في نهاية 2017 بداية 2018 ستسمعون أخبار الترخيص النهائي من الهيئة الوطنية للمؤهلات بالنسبة للدبلومة التي هي الثلاث شهور إن شاء الله أما في مجال الدبلومة الطويلة إن شاء الله إحنا في الإعلانات أطلقنا أنه في نهاية عام 2018 في شهر سبتمبر سنطرح الدبلومة الطويلة التي هي منذ سنتين طبعا في مجال التراث الثقافي في تخصصات ستة التي هي السياحة الثقافية إدارة المؤسسات الثقافية إدارة المتاحف إدارة التراث المادي إدارة التراث اللامادي والسياحة الثقافية طبعا قلناها وهذه الدبلومات طبعا هي لمدة سنتين تكون دبلومات مهنية على أساس أنه الأسلوب المستخدم في الهيئة الوطنية للمؤهلات طبعا المجتمع والعينة التي هي في دولة الإمارات العربية المتحدة وفي دول مجلس التعاون الخليجي حقيقة استقبلنا عداد كبيرة من الراغبين في دراسة الدبلومة القصيرة والتي هم طموحين لدراسة الدبلومة الطويلة في الأحرى جميل جدا الآن اللي منتسب لي الدبلومة القصيرة بإمكانه مستقبلا أنه ينتسب للدبلومة الطويلة دكتورة اللي ينتسب إلى الدبلومة القصيرة حقيقة إن شاء الله سوف تشكل لجنة لمعادلة ما أخذها من الدبلومة القصيرة وطبعا هاي ترصدها في الدبلومة الطويلة يعني أنت مثلا أخذت الدبلومة حيث أنا ما يكرر اللي أخذها ربما لا لأنه عندنا الدبلومات الطويلة فيها مواد مشتركة حقيقة فهذه المواد المشتركة تكون عن طريق أنتش قد تأخذ دبلومة قصيرة نرصدها بهيئة أن نطرح لك سمستر أو نطرح لك سمسترين من الدبلوما الطويلة جميل بالنسبة للدبلوما القصيرة دكتورة هل بالإمكان أن ينتسب لي أكثر من دبلوما قصيرة بما أن البرنامج مطروح الآن وموجود ومدة قصيرة ثلاثة أشهر كيف الدراسة ثلاثة أشهر عندك الدراسة الفعلية التي هي يومين بالأسبوع أو يوم السبت إما أنه تأخذيها شهر ونص وشهر ونص يكون عندك مشروع بحث جميل فالتوتالي ستكون ثلاثة شهور فالشخص الذي حابب يأخذ دبلوما يستطيع أكثر شيء أن يأخذ دبلوما في آن واحد لأنه دبلوما ثلاثة في آن واحد ستكون شوية مربكة لأنه عند الطالب مشروع بحث وهو مشروع بحث أكاديمي يجب أن يركز فيه وطبعاً نحن لدينا مشرفين لكل دبلوما خاصين لكل طالب فيلتقي فيه طالب ويأخذ تطبيقات عملية وكثير من الأساليب الحديثة المتبعة في النظام التدريسي جميل أعتقد كذلك أيضاً تم الاستعانة بخبرات جميلة من دولة العمارات أو كذلك أيضاً من دول الخليج أو حتى من الوطن العربي فيما يخص الهيئة التدريسية بالنسبة لهذه الدبلوما كيف تم استقطابهم أو شو نوعية الخبرات التي استفدتهم منها؟ حقيقي هو معهد الشارقة للتراث في التأسيس هو معهد متخصص في جوانب البحوث والدراسات في داخل المعهد في نخبة من الأكاديميين ونخبة من الباحثين اللي استهلك من عمره وأخذ أكثر من 25-30 سنة إضافة إلى الكوادر الإماراتية اللي هي الرنانة في سوق العمل التعليمي الإماراتي فإحنا حقيقة اللي موجود عندنا في داخل المعهد من كوادر في كل المجالات والتخصصات استعننا أيضاً بأشخاص من خارج المعهد من الأشخاص المتميزين في التراث الثقافي مثل الأستاذة فاطمة المغني مثلاً النقبي كانت وحدة من الأشخاص اللي درس الدبلوما الأولى وفي الدبلوما الثانية وتخيلي في الدبلوما الثالثة كانت من أشخاص اللي درسوا في مدخل إلى الحرف والصناعات اليدوية في دولة الإمارات العربية المتحدة عندنا في تاريخ الإمارات الثقافي والاجتماعي وفي باحثين من كل الدول العربية حقيقة من مصر، من العراق، من سوريا، من الأردن، من لبنان، من المغرب، من الجزائر، من تونس عدد كبير من دولة الإمارات العربية المتحدة جميل الآن نتحدث عن المنتصب لهذه الدبلوماات سواء كانت الآن الدبلوماات القصيرة أو حتى مستقبلاً الدبلوماات الطويلة هل هناك شروط معينة ربما للانتساب أو للقبول؟ طبعاً أكيد، أول شيء الدبلوما هي للعينة اللي تبحث بحب التراث فاللي حب التراث هو شخص هاوي في البداية فإحنا حبينا أنه للهاوين اللي يحتاجون إلى توجيه أن تتحول هاي الهواية إلى حرفة فإحنا حبينا أنه نطرح هاي الدبلوماات أنه تكون جاذبة للأشخاص يحبوها فهذه الدبلوماات اللي هي مطروحة طبعاً لشرطة أنه مو شرطة أن تكونين خريجة إعدادية يمكن أن تكونين خريجة صف الثامن، صف التاسع لكن تكون عندك أنت خبرة لا تقل عن سنتين في مجال أي عمل أنت تحبي أو أي عمل أنت اشتغلت فيه حقيقة وتدخلين لهذه الدبلوما طبعاً بالنسبة للوافدين يجب أن يحضرون وياهم جواز سفر ويجب أن تكون عند إقامة في دولة الإمارات العربية المتحدة هذا الشرط بالنسبة للوافدين هذا بالنسبة للمواطنين يجب أن يجلب وياه طبعاً بوثف ديم يعني اثنينهم لازم تكون عندهم شهادة آخر شهادة حصلوا عليها بالنسبة للمواطن يجب أن يكون عنده شهادة حسن سيرة وسلوك وهذه هي شروط التسجيلية وليس شروط تعجيزية الشروط الطبيعية يمكن للتسجيل في أي دبلوما أو أي برنامج مهني كذلك يعني هي شروط بالفعل ميسرة حتى أنها لا تتطلب شهادة ثانوية عامة يعني بالنسبة لربما المنتسبين لها للدبلوما القصيرة وللدبلوما الطويلة حتى الدبلوما الطويلة نفس الشي يعني حتى اللي ربما ما عندش شهادة ثانوية أو كما تسمى سابقاً إعدادية حتى بعد الصفل التاسع مثل ما يقولون ممكن أنه بالفعل ينتسب للدبلوماات المهنية ويستفيد من هذه الدبلوماات الآن تخرجت الدفعة الثانية دكتورة الدفعة الثالثة شغالة الدفعة الثالثة شغالة وخلصت ونحن الآن في موضوع إعداد مشروع التخرج الدفعة الثالثة الآن تتعد مشروع التخرج سونا لهم زيارات تطبيقية في مؤسسات تقافية في دولة الإمارات العربية المتحدة في إمارة الشارقة والإمارات الأخرى وأيضاً انطيناهم صف كامل تدريسي عن كيفية وآلية كتابة مشاريع البحث العلمي وحددنا لهم المشرفين حددنا لهم آلية التواصل حددنا لهم كيفية كتابة المراجع المصادر انطيناهم كثير عن شروط البحث العلمي والآن احنا متواصلين من اللجنة اللي هي اللجنة الأكاديمية اللي متكونة من خيرت الباحثين طبعاً ومن المدير الأكاديمي دكتور محمد حسن عبد الحافظ أنا شخصياً بسمة كشمولة وكثير من الباحثين اللي هم أعطوا هاي الدبلومات حقيقة وفي عندنا الآن احنا الدبلومة الاستثنائية اللي هي الدبلومة ترصد على الدبلومة الرابعة الدفعة الرابعة اللي هي كانت بطلب من الهيئة الثقافة والفنون في دبي طلبت من عندنا أن نعطي دبلومة للأشخاص المنتسبين للهيئة أي قبل الموعد احنا موعد الدبلومة الرابعة في نهاية شهر يناير 2018 لكن هم كانوا فاتحين متاحف جديدة في دبي فكانوا يردون أن يثقفون الأشخاص اللي يشتغلون في المجال المتحفي جميل تصدير مثل هذه الثقافة يعني من الشارقة كذلك إلى الإمارات الأخرى إلى الإمارات الأخرى بحيث يتولى أو يتولى المعهد تعليم ربما كذلك المنتسبين واستقبل الجهات الأخرى في الدولة ما فقط في الشارقة استقبلنا أيضا اتصال من هيئة الكتاب في الشارقة رغبتهم من عندهم أن ندرس الدبلومات المهنية إلى المنتسبين فكان اتصال والرغبة في إجراء مذكرة التفاهم فحقيقة هاي من ضمن النشاطات الأخرى في إمارة الشارقة استقبلنا عدد كبير من الأشخاص في إدارة المتاحف في إمارة الشارقة حقيقي استقبلنا أيضا عدد كبير من الأشخاص اللي يشتغلون في هيئة السياحة في أبوظبي وكانوا هم على مستوى مدراء وحقيقة هذا كان شيء مفخرة بالنسبة لنكة مع هذا الشارق للتراث أنه نشوف أنه عدد كبير من الأشخاص المحترفين في عملهم واللي عنده ماجستير يحب أن يدخل هذه الدبلومات عنده ماجستير؟ ماجستير والله بس ليس في التراث يمكن أن هذا الماجستير يمكن أن يكون في تخصص آخر في التاريخ عنده ماجستير في الجغرافية لكن حب أن يتوج هذا العلم أن يكون عنده دراسة في التراث لأن هذا شيء نادر وحقيقة لدينا عينات كبيرة من الدارسين حقيقة لن نسميهم طلاب لأنهم أكبر من أن يكونوا طلاب فنطيناهم لقب الدارسين جميل دكتور أنا في كل هذه المجالات السياحية ربما أو أي هيئة ترتبط بالثقافة جميل أن المنتسبين فيها مثل ما قلت حتى من أكبر مدير إلى أصغر موظف يكون عندهم مثل هذه الدبلومات يكون عندهم مثل هذه الثقافة الحقيقة والعلم بالتراث الثقافي حقيقة اللي شفناه من خلال الدارسين أنه يدخل مثلا يريد يأخذ دبلوم إدارة المؤسسات الثقافية ولا إلا يجلس في المعهد وينظر إلى الأجواء الثقافية والتراثية ويقول أنا لا أريد أدخل إلى دبلوم إدارة التراث الثقافي بعدين يقول لا أنا أريد أدخل إلى دبلوم ترميم المخطوطات حمد لله والشكر كانت تجربة ناجحة برعاية أبوية من سمو الشيخ الدكتور سلطان القاسمي بداعا من سعادة الدكتور حقيقة عبد العزيز المسلم اللي كان دقوب أنه يبحث ويساعدنا ويساهم ويانا ويتابع الأمور وحدة بوحدة حقيقة هذا شيء كان من الأمور الدافعية مساعدة كل أفراد المعهد بكل أقسام الحمد لله والشكر دكتور الآن نتحدث عن مستقبل هذه الدبلومات المهالية كيف ممكن تشوفين مستقبل هذه الدبلومات المهانية الآن طبعا يمكن هذه الدفعة الثانية لتتخرج دعونا نقول البرنامج تشتوى يعتبر جديد أو وليد نعم وبعدكم في صوت كذلك أيضا طرح دبلومات طويلة وين تشوفين مستقبل هذه الدبلومات المهانية؟ والله حقيقة إحنا من وضعنا رؤية المعهد صار فيها تجديد أن يكون الوعاء والمظلة الأقليمية والمحلية والأقليمية والدولية في الحقيقة إحنا رؤيتنا لمعهد الشارق للتراث أن يكون المكان الحاضن للتراث الثقافي على مستوى دولة الإمارات وعلى مستوى دول الخليج العربي ومستوى شرق الأوسط والتجربة اللي إحنا لمسناها بالدبلومات القصيرة إحنا حقيقة ردنا نشوف رد فعل المجتمع هل هم حابين هاي الدبلومات هل في أقبال؟ لأن أنت دبلوم في التراث وفي الثقافة فحقيقة اللي يدخلها لازم يكون هاوي فاشقد عدد الهاويين فإحنا تفاجأنا والحمد لله والشكر بالأعداد الكبيرة والحابة واللي هي جاية من داخله يعني مو شيء ما فرض إليه واللي يسألونه كل يوم أمتى الماجستير التنفيذي أمتى الدبلومة الطويلة؟ فإحنا الدبلومة هاي القصيرة اللي رح ترخص إن شاء الله رح تكون بشهادة مساندة عند المستوى الخامس جميل بمقدار عدد 347 ساعة جميل الدبلومة الطويلة رح تكون عنده نفس المستوى لكن رح تكون عندك استطالة بعدد الساعات رح تكون إلى 1350 ساعة والماجستير؟ الماجستير التنفيذي رح يكون إن شاء الله مستقبلا بإذن الله بس إحنا أول شي نحط ركائز علمية نحط بيانات قاعدة بيانات من الدارسين وننطلق على الماجستير التنفيذي هذا أكيد من أولوياتنا عموما ما تم تنفيذه حتى الآن يعتبر إنجاز عظيم الحقيقة لمهات الشارق والتراث يعطيكم ألف عافية جميعا شكرا لك الكثير بسماء يا أهلا وسهلا إذن مشاهدين وصلنا إلى ختام ومسيئتنا لهذا اليوم سبوحنا على الألف خير اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة